اهلا بحضراتك ولكم التحية ومن بكرة مواعيد قطع الكهرباء هتختلف من بكرة هتبدأ فترة قطع الكهرباء من 11 الصبح لغاية الساعة 5 ومن المفترض انه هينزل جدول بالساعات والمواعيد والمناطق اللي هيتم فيها قطع الكهرباء يعني فكرة قطع الكهرباء بالليل من بكرة مش هتبقى موجودة كله هيبدأ فيش نور هيتقطع بالليل خالص بنتكلم من 11 الصبح فترات قطع الكهرباء لغاية الساعة 5 بمناسبة الكلام عن تغيير مواعيد قطع الكهرباء أسعار الكهرباء زادت وفي من أول يعني أقول من أول 20-24 ما احنا لسه في أول 24 وكأنه الناس كانت مستنية 20-24 وأول يوم في السنة أو الساعات الأخيرة من أول يوم في السنة علشان يبدأ مهرجان زيادة في الأسعار في حاجة غريبة بتحصل أو الناس عايزة تفهم فجأة و20-24 كانه قاعد كله مستني لما الساعة تتغير عشان بقات الانترنت والاتصالات والتليفون الأرضي تزيد تذاكر المترو تزيد الحديد والأسمنت يزيد أسعار العربية طبعا تزيد الزيت والسمنة يزيدوا ومنتجات الألبان تزيد مهرجان زيادة في الأسعار حاصل في الساعة الأولى من 20-24 أما بقول لحضراتكم الكهرباء زادت في حاجات الناس متفهماها وفهمة أن دي حتزيد كهرباء الناس عارفة أنه تم التعجيل أكتر من مرة لكن في خطة بارتفاع أسعار الكهرباء في ارتفاع أسعار الكهرباء ممكن تبقى مش مفاجئة لو حصل زيادة في البنزين ده بالنسبة للناس مش هتبقى مفاجئة لأن ده مرتبط بحاجة اسمها لجنة التسعير اللي بتنعقد كل ثلاث شهور فالناس متفهمة زيادة الكهرباء والزيادة لو حصل في البنزين تفهمنا لفترة زيادة سعر أو أسعار السكر علشان كان فيه مشكلة واتوعدنا كشعب بأنه المشكلة هتتحل نفهم أو نتفهم ومش كلنا بيتعامل مع الدهب أنه ممكن يحصل زيادة أو زيادة أسعار الدهب فهمين إنها ومتفاهمين إنها مرتبطة بالبرسة العالمية وبالأسعار العالمية لكن فكرة إنه كله يستنى لأول يناير عشرين اربعة وعشرين عشان يحصل هذا المهرجان مهرجان الزيادات في الأسعار الناس محتاجة تفهم ده خليني أرحب دكتور هشام إبراهيم وأستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة دكتور هشام مساء الخير مساء خير سيدة عزة حيتي الحقيقة أستأذنك نعلي اللاسود شوية بعد إذنك ودكتور هشام إيه مهرجان زيادة الأسعار ده؟ بالتأكيد خلال نشير لعدة أمور الأمر الأول أنه مفترض أنه الحكومة وإحنا نتحدث عن زيادات في أسعار بتمثل أو تخص قائداتها جاية حكومة مفترض أنه الحكومة بيكون فيما بينها الوزارات المختلفة فيما بينها تنصيق ومفترض أنه القادرات ترفع الأسعار اللي هي بالمناسبة إذا كنا بالواجه موجة عالية من التضخم كان مفترض أنه إحنا الحياة حتى نعطي فرصة لأنه موجة التضخم حياة بدأت فيه الإنقصاد خلال العشر والسياس الموضوع كان مفترض أنه إحنا ندي فرصة لمزيد من الإنقصاد لمعدل التضخم المسألة مسألة التنصيق فيما بين الجهات الحكومية بعضها بعض أتصواش أنه كان فيه تنصيق بالقادر الكافي لأنه مش منطقي أنه يكون تقيبا الجهات الحكومية كلها بتتحرك في نفس التوقيت أتفهم أنه بداية العام بالنسبة لهم واحد جناير وكله عايز يضبط إخصادات التشغيل بتاعته وبيقارن هيكل تكاليفه بالإرادات أو المعادة اللي بتتحقق لكن مش مفترض أنه كله يتم في نفس التوقيت مدعطا حتى ليه البعد النفس للمواطنين يعني حتى يدونا نفس نستوعب بلتكي يعني التصور أنه القهربة يعني كان فيه إرجاء لها عدة فترات منطقي ويمكن وإحنا متفاهمين ده ومحترمين ده وضغط تحرك التولار ما أصد عليهم مشاكل تمام وإتفاع صعاد الوقود عليهم طبعا تمام لكن ما يتعلق بالإنترنت العدي وما يتعلق بخطوط الشبكات المحمول وإنه الكل يتحضر في ذات التوقيت فعيح الشركات المحمول بداية من فبراير لكن بسألت الإعلان هو ليه الإعلان بقى نعضى طرم أنه أنتم بتكلموا فيه فبراير إلا إذا كان هو عد سالة ليه مزيد من اللحظات للمواطنين فالحيان ما كانش لها مبادر إطلاقا أنه يكون كله في ذات التوقيت وإحنا الحياة يمكن منذ ساعات كان يدفع فيه أسعار تذاكر المترو خلينا شيء أنه المترو تحديدا أنها تفاهم برضو متفاهمين فيه تطوير للمحطات فيه تغيير لعربات المترو وده الحياة مسألة تصوير المواطن هيتقبلها ويساند فيه يعني لما نغير شبكة المترو والعربات الحياة بقالها 20 و 30 سنة ما تغيرتش المواطن هيرحب بده لأنه هيدفع وهيشوف مقابل بلزبط لكن فكرة الإنترنت ما الأسعار بقى يعني منكلم إنترنت منكلم زي منكلم لبن صحيح فكرة الإنترنت كان العدي أو التلفون المحمول ما فيش إضافة ما فيش مقابل بالعكس يمكن الخدمات الحياة لم تتحس ليه شركات المحمول وليه الإنترنت يزيد برضو الناس مش فاهمها ده ما هيظل فيه حدم فهم إلا المسألة الرحيدة اللي قد نقول أنه ما كانش فيه قدر عالي من التنصيق مما بين الجهات الحكومية بعضها ده في مطالب بهزر فإذا كنا القرابة نتفاهمها ونقدر تماما قرار الحكومة عدة سطوات سابقة بالإرجاء وما يتعلق بالمتر والحياة هو يمكن الحكومة كانت عادة أنه ما فيش رفعلي الزيادة إلا مع كل تطوير هيحدث وفي فتسح ليه محطات جديدة وفي تغيير للعضبات فإنه تفاهم هذا ونقبل لكن هو الحياة اللي كان مستغرب في ذات التوقيت أنه يبقى التلفون المحمول الشركات كلها والتلفون الأرضي شبكة الحياة لا كم نحتاج لمزيد من التنصيق كما بين الحكومة حتى كمان علشان نريد من قدر ثقة المواطن في الحكومة لأنه مؤكد أنه في بعض التصادفات أو الأمود أو المواقب اللي احنا الحياة شكناها خلال الأشوى المواطن مش متقبلة بشكل جيد اتفاقات غير مبادرة في أسعاد مش بس السكة بينتكلم بقى المحاصيل الزدعية البصل والحياة في لأ البصل الحياة خلينا برضو موضعيين البصل سعل وقل البطاطس يعني في مواد غزائية كتيرة وده شيء كويس وحميد وكان لازم نعطي خلصة لمجد انخفاض الأسعاد يعني كان لازم نديها علشان حتى كمان ما بقاش فيه مبادرة للي خفض يتجعي هل عندك أبعاد هل عندك أبعاد لهذه الزيادات لا هو التفسير الوحيد اللي أنا شايفوه هو عدم تنسيق عدم تنسيق بس في حاجات داخل القطاع الخاص شركات المحمول تعليماتها برضو جيلها من شكل العلاقة فيما بين الوزارة الاتصالات أو الحكومة تحديدا وشركات الاتصالات فهي كلها بالتوجهات أو قائدات حكومية طب الزيوت والقلبان والجبن ودعم دبقى منطقية ليبقى لأنه احنا لما نتكلم على الحاجات التي تفعل أصدارها بقرارات إدارية لازم بيبقى ليها موجة يتلوها من الثلاثة وإحنا الحياة عاطينا شماعة غير طبيعية لكل المؤسسات في القطاع الخاصة إنه يبتدي يكون عنده سبب وتفسير إنت ليه عاليت أو عاليت عشان كذا وكذا فإحنا الحياة الفكومة لم تعطي فرصة جيدة لإنخفاض معدل التدخم والحياة البنك المركزي في موقف لا يحسد علي لأنه وإحنا الحياة كان فيه دقات أمال لإحنا بنكلم معدل التدخم كان تجاوز الـ 40% واسعة الفايدة كودور كان بابين 19 و20 وربع فهي كان المبادئ إنه موجة التدخم بتنخف لكن إحنا الحياة لم نعطي الفرصة كافية لمزيد من الإنقفاض لمعدل التدخم وبالتالي إحنا الحياة بنعطي فرصة جيدة لكل المستغلين والمحتكدين كل بأنه كل واحد يعمل اللي هو عاوز للأسف بشكرك دكتور هشام أبراين بشكرك شكرا جزيلا في حاجات محتاجة غير التنصيق في كمان حاجات محتاجة يا عدد ناصر التعليم والنهاردة ده قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن النهاردة إنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حاجة ومحتاجة للتعاقد مع 11114 وظيفة معلم مساعد بنتكلم على فصول إيه بنتكلم للتدريس في صف الأول والتاني والتالت الابتدائي للعام الدراسي 24-25 وده بجميع محافظات الجمهورية طيب الناس تبدأ تعمل إيه ده اللي حيقوله لنا متخصص في هذا الشأن الأستاذ رفعة فياد أهلا بحضرتك أستاذ رفعة أهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك إمتى التقديم وإيه الشروط وده إحنا بنكلم في رقم كبير على فكرة الاحتياج لرقم كبير يعني ما يقرب من 12 ألف وظيفة مطروحة من وزارة التربية والتعليم لا والإجمال هي بحوالي 29 ألف وكسور يصدنا عزة يعني الزفعة اللي أولي الجزء أولي حوالي 11 ألف وشوية والتانية حوالي 18 ألف المجموات اللي اتنين هيتم الدكور صالح كان الرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيعلن عنها خلال ساعات قليلة قادمة اللي هيتم الإعلان عنه معلش خلال ساعات قليلة اللي هو فاتح باب التقدم للمسابقة التانية للتلاتين ألف معلم الجدد اللي أعلن عنهم رئيس مجلس الوزراء أول أمن تمام وبالتالي وهيتبعها وبرضو في نفس هذا الشهر فتح الباب التقدم لاستكمال اختبارات التي أجريت للجزء الأول من الدفعة الأولى ولم يوفقوا عددهم حوالي 14 المتقدم من المعلمين ولكن دول هيسم انتحانهم فيما رفبوا فيه فقط ده خبر كويس خلينا نقول حاجة كويسة للناس نعم اللي لم يكتازوا اللي لم يكتازوا النجاح في مسابقة 30 ألف معلم سابقة أيوة هتقدموا لاستكمال اختبارات التقدم ليهم فيما رسبوا فيه فقط وليس كل الاختبارات التي يعني كل ما نجحوا فيه خلاص هاي من عليهم لكن البوز اللي رسبوا فيه وكانوا قد تظلموا أو قدموا الاتماسات باعادة الاختبارات تانية نعم تجرى لهم هذه الاختبارات بعد استقدم للمجموعة الثانية من 30 ألف معلم اللي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء أول أم هاي طيب نبدأ بقى نقول يعني احنا خلصنا اللي لم يكتازوا نبدأ بقى بال11 ألف امت ال11 ألف دول اللي هو يطلق عليها معلم وساعي أيوة ونفس القواعد اللي سبق إعلانها قبل ذلك بالنسبة للمجموعة الأولى هي نفس سروط اللي هيتقدموا عليها المجموعة الثانية ويبدأ يخشوا على إجراء اختبارات تعدها وزارة التربية والتعليم من خلال الجهاز المركز للتنظيم والإدارة وبعد ذلك تجرى لهم اختبارات رياضية ونفسية وثقاطية وخلافه مهم بتاخد بعض الوقت زي ما حصل مع المجموعة الأولى بالضبط وبالتالي يعلن النتيجة النهائية يمكن قبل منتصف العام الجديد الحالي عشان يبدأ ويستلموا عملهم في العام الجديد 24-25 إن شاء الله في العمل في المدارس المختلفة وذلك لاستكمال المجموعة اللي الرئيس أشار أو أمر بها وتعييز 150 ألف معلم بسادة العجز الموجود على مستوى الجمهورية طبعا التركيز بالواكي في تعيين المعلمين اللي الخاصين بمراحل التعليم الأولى بدأا إحنا بدأنا من كيش وأن وتو كيش وأقوى والثاني والثالث الزبط هم الأساس وذي ممكن تد اختباراتهم نعم في نوع من الدقة أكثر لأن ده القائمين أو المنظ بهم بناء شخصية الطفل في مراحل الأولى طيب هرجع هرجع ليه 11 ألف وشوية هل الشروط مختلفة بما أنه ده الأولى أو تانية أو تلت ابتدائي لا هو استكمال كلها مراحل الابتدائي كلها الحد سنة سنة ابتدائي إذن معلم مساعد حتى الآن لسه ما استكملناش احتياجات العملية التعليمية بالنسبة للمرحلة العدودية أو السنوات نعم نعم طيب وبالتالي ده خاص بالمرحلة الإتبائية تكون نفس الشروط اللي هتقدموا عليها هذه المرة هي نفس الشروط المرة السابقة وهم خريجي كليات التربية قسم رياض أصال أو كليات رفولة أو الكليات التربية في التخصصات اللي هيطلب هيكشف عنها نخاط أن يتقدم لها هؤلاء في هذه المسابقة الجديدة يبقى المسابقة لخريجين الكليات اللي حضرتك قلتها بالضبط بالضبط أي أي طيب هل باللي بيحصل ده في تقديرك ورأيك أستاذ رفعت بنحاول كده يعني خطوة بخطوة وسنة بسنة نحل مشكلة العجز في المعلمين بالتأكيد أستاذ عزة بس لسه عشان أكون صريح معك المشوار لسه طويل لكن التوجه بتاع الدولة دلوقتي يعني يحمل توقفين اثنين أساسيين أو تركيز على حاجتين اثنين أساسيين نمرت واحد أن نوعية المعلم اللي هيتعين في هذه المسابقة وما بعدها يختلف عن طريق التعيين والتكليف بتاع المعلمين السبخين لأنه كان من حالي 22 سنة قبل يتم إلغاء التكليف كان بيتم تعيين خريج خليات التربية بالتكليف مباشرة بدون أي اختبارات أو إزراء اختبارات عليهم نفسية أو أي أو مدى قدرتهم على الإلمان بأحدث ما هو موجود في تكنولوجيا التعليم وخلاف تمام المسابقة هذا الشكل الآن لا بيتم اختيار معلم يكاد يكون بمواصفات مثالية مثالية من نحي وإحنا عندنا أزمة في ده بضبط على مستوى كل المعلمين الحاليين ده المفروض يستخدم دورات تدريبية لكل المعلمين اللي موجودين حاليا الآن مهما كانت النعم لكي يكونوا الملمين بأحدث ما هو موجود في مجال التخصص طبعا هي الوزارة الوزارة لازم تعمل ده أستاذ رفا بتقوم بالتجريب للمجموعة اللي موجودة لكن أنا بدور على الجديد اللي داخل اللي داخل أي إذن ده الجزء الثاني إنه لابد يكون لديه القدرة القدرة على التعامل النفسي نعم طبعا طبعا يعني قدرة قدرة أكاديمية نمر في اثنين قدرته على مواجهة المشكلات والتعامل مع المرحلة العمرية اللي بدرت فيها للتلاميذ في مراحل التعليم الأول لأن التركيبة للأطفال نفسها وللطلب اختلفت طبعا وتتطورت في لازم يبقى المعلم سابق بره بره بيعينه أنا في فنلندا على سبيل البسال بيعينه لهذه المرحلة اللي حاصلين على درجة الماجستير أي وليس البكاريولوس فاخت لأن دي أهم مرحلة عاملة زي الهاردس الجديد بتاع الكمبيوتر اللي بناء على أننا همله ازاي أو هحط ازاي منه من المعلومات والبناء الشخصية هو اللي يحدد شكل وطبيعة الشخص عندما يجبر وأنه إنما تبنى على أساس صحيح وسهل وجايد تمام تمام طيب الباب المفروض للمسابقة حيفتح إمتى وحيستمر ويغلق رئيس الجهاز المركز التنظيم والإبارة سيؤلع عنه خلال الساعات القليلة القادمة ورد على السؤال ساحة ريفيك هل باء هو بجز موط بحر لأنه نحتاج يكون ضعف العدد اللي بقرر 150 ألف إحنا محتاجين على الأقل 150 ألف زي يوم عشان نسد العز على مستوى الجمهورية لأنه كنا عدنا سنوات طويلة الغي تكليف المعلمين بعد تخرجهم من كليات التربية لما أثر بالعجز على المستوى القومي من ناحية أنه مره إثنين خارج عدد كبير من المعلمين بعد أحاناتهم لسن التقاعد يمر إثنين الزيادة السكانية وزيد العدد الطلاب والتراميش في المدارس مع الزيادة السكانية على المستوى نعم نعم والمفروض طالما الإعلان من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبقى تم توفير درجات لهؤلاء ده بالتأكيد تمام تمام بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفعات فيود شكرا جزيلا مفروض من شهر يناير بردو وتحديدا أعتقد أن يوم 5 يناير هتبدأ الناس اللي عملت شهادات 25% ياخدوا مستحقتهم وهل البنوك في الفترة القادمة هتطرح شهادات جديدة لإستعاب هذا الكم ولا هتعمل التوقعات بالضبط خليني أراحب الدكتور أحمد شوئي الخبير المصرفي دكتور أحمد مساء الخير أهلا بحضرتك دكتور أحمد هل البنوك هتطرح شهادات جديدة بعد يوم 5 يناير في البداية طبعا عايزون نوضح مؤكتين مهمين أو سيناريو هن مهمين سيناريو الأول احنا نتكلم في حوالي 575 مليار دولة حصيدة شهادات 575 مليار اه تقريبا يعني الرقم في الشهادة دي اه في الشهادات اللي هي لـ 25% دي الحصيلة بتاعتهم كانت 6 سنة الماضية طيب دولة بيمثلوا تقريبا كده حوالي 5.5% من إجمالي ودايع القطوع المصرفي كله وبالتالي هنا هما طبعا متركزين في البنكين القبار وبالتالي هنا احنا عاديين نبص النقطة مهمة أنا عشان أقول دلوقتي في السيناريو الأول إنه يبقى فيه شهادات تانية بمعدل عائد أعلى طيب ومعدل العائد اللي موجود في السوق كان دلوقتي آخر القرارات اللي تمت من خلال لمن السياسة النقدية أبقى أسعار الفايدة عندي تسعة تسعة ورابع وبالتالي هنا الشهادات اللي موجودة في السوق نتتمل في حوالي منو عشرين في المية وتسعة في المية طيب أنا دلوقتي عشان أنزل شهادة جديدة وقدامي فيه معدل تدخم خمسة وتلاتين في المية تمام مهما نزلت شهادات من معدل عائد مرتفع مش هتكبر شهادات جديدة بمعدل عائد مرتفع ولكن هيتبقى عندنا نقطة تانية طبعا أنا النبلغ الكبير الخمسمية خمسة وتسعين مليار اللي حينا نتعلم فيه ده لو خرج للسوق ما فيش عائد خالي يمتصه بالتالي ذا هيأثر معدل التدخم تمام مثل أي تاني أو رؤية تانية وبالتالي هنا احنا ممكن نتوقع أن نبقى فيه تجديد مثلا للشهادات ديت لسنة أخرى قادمة لحين بس ما تبقى بنفس بنفس الخمسة وعشرين آه ممكن نشوف ممكن نشوف دوت ممكن نشوفه ممكن نمشي في السيناريو الأول لأن احنا دلوقتي بنا ننقارن ما بين معدلات الفايدة بين الإقراض والإداع والإقراض أنا هنا البنوك دي فيه تكلفة عالية عليهم من خلال الفايدة اللي بتدفع طبعا في المقابل هو بيقر فبالتالي هنا معدلات الإقراض أو الفايدة اللي بتدفع من من البنوك للودايع والفايدة اللي بتاخدها من القروض مش بتغطي نفس الفايدة الخمسة وعشرين في المية أو لو حتى ارتفعت بالتالي هنا تكلفة الأموال على البنوك هنا بتبقى عالية وده اللي بحنشوفه بقى من خلال لجانب اللي هي لجانب القصور والخصوم في تقريمها بقى للوضع أنا خروج الأموال دي تقدر أتعامل معها إزاي هل هنستمر بالشهادات اللي موجودة اللي هي في حدود اتنين وعشر في المية وانساعتاشر في المية لأن ده احنا شايفين انخفاض معدل التضخم نتجوزنا الاربعين في المية وابتدأ يوصل لخمسة وتلاتين بوين تمانية وبالتالي هنا ممكن يعني النجل السياسات النقدية دايماً بتبص على معدلات التضخم المستهدفة وليس الحالية ده الوقت نعم فإحنا أمام سيناريو من التنين يتم تجديد الشهادات أو تترك الشهادات على الوضع الحالي اللي هي الـ 22 زي ما احنا قلنا طيب بخبريتك تتوقع ايه أنا اللي شايفه السيناريو الاقرب انه يبقى فيه امتصاص للسيولة اللي موجودة ديت ممكن نشوف امتداد او تجديد للشهادات ديت لمدة عام ده اللي انا شايفه هو الاقرب تقريبا تمام طيب هل الناس المفروض تعمل ايه بقى يا دكتور احمد بمعنى يعني انا لو ليه شهادة في دول هل لازم ابلغ البنك قبل يوم خمسة انه يا جماعة انا نزلولي الشهادة في حسابي عادي لغاية ما شوف الوضع هيبقى عامل ازاي ولا المفروض فيه قرارات هتزهر خلال الساعات القادمة قبل يوم خمسة من نفس البنوك دي خلينا نوضح نقطة مهمة هو الطبيعي جدا اول ما العميل بتستحق الشهادة بتاعته اللي بيحصل بتنزل في الحساب بتاعه والعائد بتاعها بتنزل بتنزل في حسابه اللي هو ما بيحطوها هي اريد بتبقى محطوطة في الشهادة بتقومها محطوطة في الحساب المرتبط بشهادة تمام طيب حضرتك دلوقتي قدامك اوبشن من اثنين اما تجدد في شهادة جديدة او لو نزل قرار في خلال اليومين دول اللي احنا اه نغاية تنزل خمسة ممكن يحصل تجديد اوتوماتيك من غير ما العميل يتوجه للبنك يعني هنا قدامه بديل من اثنين لو ما حصلش قرار في خلال اليومين دول تمام العميل كده او الفلوس في حسابه انت هتعمل بفلوس ايه العميل هو اللي هيقرر وفي الحالة دية ده قرار العميل اما لو الفلوس دي نسبة اوتوماتيك البنك ممكن يتوجه الى تجديد اشهالات دي لخمسة وعشر في المية وبرضو دي بترجع على رغبة العميل وارد جدا العميل يقول لا انا مش عايزة جدد ما تجدد ليش باليوم دوت بالزرط انا هتحب فلوسي ودي برضو متتوقف على رغبة العميل في كلتا الحالتين يعني اقصد اقول انه العميل مش مطلوب منه يتواصل مع البنك عشان يقول له اه 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 انا هعمليه لبعد ما القرار ينزل المفروض قبل يوم خمسة ان شاء الله ولا طوال شهر يناير هو طبعا الشهادات دي كلها ما تمش شراءها او ما تمش تعمل عليها يوم خمسة تحديدا لا ده طول شهر يناير اللي حصل وبالتالي هنا الاستحققات هتبقى مختلفة طول الشهر وبالتالي هنا لو فيه قرار في شهادات او استمرار تجديد الشهادات هيكون زهر واضح جدا من البنكينت الكبار اللي عملوا كده طيب او انه ما استكتبوا الودايا طب لو ما فيش قرار ظهر بالتالي هنا البنك العميل هو اللي هياخد القرار بقى فقط اه تمام يا اما هياخد من المعروض عليه من نفس البنوك او يتوجه البنك تاني يشايف ان مثلا معدل عائل على حسب بقى او ممكن يحط رسالة دي الاستثمار ودي يعني رسالة ممكن يعني نقولها هنا من المشاهدين كلهم ان ثاني الاستثمار لفترة اللي فاتت حققت عوائد مرتفعة للمرة واحد نمرة اتنين انت في نفس الوقت انت شغلوها سندق الاستثمار من خلام البنوك احنا عندنا اكتر من مئة سندق الاستثمار موجودين في السوق بتحقق لك معدلات عائد مرتفعة بلس كمان انك بتشتغل العائد ادي ايه تقريبا بيتجوز باتنين وعشرين في المية بيتجوز باتنين وعشرين في المية بياخد العميل كل ادي ايه دكتور على حسب بقى دورية السندق نفسه يعني فيه سندق فيه سندق فيه سندق كمان موجودة بتاعت السندق النقدية اللي هي بتوزع يومي بتيديك الربح بتاعك يومي اه اسمه يوم بيوم ده اه يعني كل بنك وليه اسمه فدي برضو من هنقول البنائل المتاحة للعمل ان هي تتعامل عليها ان انت بتاخد ارباحك بشكل يومي وبتيجي بعد كده حضرتك بتقدر كمان من يعني من ضمن مميزات السندق النقدية المكحة كمان تقدر تتعامل عليها شبيهة للحساب تقدر تطلع بعض البنوك بتوفر لك دفتر شكات تقدر تسحق فلوسك في اي وقت دي من مميزات سندق لستثمار النقدية هي الثقافة دي لسه ما حصلهاش انتشار هي عملة كتير لسه لسه مع ده لانا كنت عايز اقوله لحضرتك انا نحاول نوصل للثقافة سندق لستثمار لان انت بتتعامل مع البنك وفي نفس الوقت انت بتستثمر لان كل بنك بمعامل مدير استثمار باستثمر في ادوات مالية زي الاسم المستندات وخلافه مع البورصة ودي هتكون برضو احد الادوات اللي احنا ممكن يعني نوجه الناس اللي هتتعامل بيها بعيدا عن الوداية عشان في نفس الوقت انت بتشدع تعامل في البورصة طيب اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يا دكتور احمد العائد بتاعه ابن داون ولا سابت طبعا هو بيتغير على حسب عمليات الاستثمار وفي بعض السنة دي اغلب سنة الاستثمار هي بتتغير تمام على حسب طبعا نتيجة الاستثمار والعائد بتاعه ولكن في بعض الاخر بيثبت معدل عائد وممكن يرتفع عنه على حسب نوع السندوق لان احنا عندنا نوع كتير يساعدك للأستثمار ايه انا كنت بوضح سندوق الاستثمار النقدي ليه لانه بيوفر ميزة لاصحاب مثلا الدخول البسيطة والمعاشات شكرك دكتور احمد شوئي شكرا جزيلا خليني اطلع فاصل واتواصل مع حضرتكو بعد المصر الجهود كبير عملته الادارة المصرية علشان مصر تنضم رسميا الى البريكس او مجموات البريكس بالفعل انضمت رسميا مع بداية عشرين اربعة وعشرين حوار كان مهم وتصريح مهم لسفير روسيا في القاهرة كان مصرح به لألف شين ألف وقال انه عضوية مصر في البريكس حتساهم او حتساهم باتخاذ قرارات مهمة حول تنمية العالم الناس محتاجة تعرف بعد انضمام مصر رسميا لهذه المجموعة اللي حيعود على مصر بشكل واضح خليني ارحب الدكتور محمد شويت فيه استاذ الإدارة والاستثمار دكتور محمد مسأل خير اهلا بحضرتك وستهلا المشاهدين تحياتي حضرتك اهلا بحضرتك خلينا بشكل بسيط كده يصل لكل المشاهدين احنا نضمينا للبريكس الفايدة بالنسبة لنا لانه واضح من خلال الكراءات انه كان فيه مجويد كبير علشان ننضم لهذه المجموعة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كمعظم الدول الاقتصادات النشاء بعد ازمة اوكرانيا روسيا وما فعلته امريكا من نفع الفوايج سأثر على تضخم واثر على قيمة العملة الوطنية في معظم اقتصادات العالم وبخاصة اكثر تأثيرا اقتصادات النشاء اذا الشح الدولاري في هذه الحالة يتطلب مننا ان احنا نحن نحلس سادا ناخد منها بسعر العملة الوطنية ونديها بسعر العملة الوطنية بالتالي في هذه الحالة تعتبر انضماء البريكس في هذه الحالة يعتبر يدينا فرصة ان احنا نستورد بعملتنا ونصدر بعملتهم وفي هذه الحالة نقدر ندفع الفروق بالعملة الوطنية وما يقدرش شح الدولاري في هذه الحالة ونستخدم الدولار في وسائل اخرى او صلع اخرى في اماكن تانية بالبلد كده هنوفره لما هو لف مكانه يعني انا كمصر هستورد الامح من روسيا بالعملة المصرية وحستورد الامح من الهند بالعمرة الروسية الحاجة الثالثة يا فرندم الوقتي التبادل التجاري في هذه الحالة انا احيانا والتبارجة للصندوق النقد الدولي باخد منه فلوس وبالتالي بفرض عليها شروس كتير جدا نعم وداخل في كل حاجة بيحط مناخير وزا ماقوله في كل حالة عندنا بريكس عندها بانك التنمية والتجارة بيقدر يمول مشروعاتنا بدون شروط قاسية وفي نفس الوقت وفق الظروف تستفق مع ظروفنا الاساسية يبقى في هذه الحالة نقدر من خلاله نقدر حاجة اهم حاجة بقى ان الدول دي معانا هي كثيفة العمالة يعني دول عندها عدد سكان كتير وهذا العدد سكان الكتير احنا محتاجين عمالة فيه ومثالي اقتصادياتها تعتمد على اقتصاديات التنمية البشرية وعليه فان في هذه الحالة نظم انتاجهم ونظم انتاجنا ممكن استفقهم مع بعضنا ومن هنا نقدر نستفيد بنظامهم وكذلك تطوير العمل الامر الثالث والمهم او الاخير والمهم نعم وهو ان هذه الدول معظمها كافة اشتراكية فكان عندها نفس المشاكل بتاعتنا عشان تتحول للسيوء الحرة ومن هنا هذه العوامل جميعا تجعل مننا ان احنا لماذا ننضم للبركس نعم الامر الاهم من ذلك كمان انه هو دلوقتي احنا بنشتغل على توصيل صناعة الدولة المصرية بتشتغل على توصيل صناعة وعايزة تعمل مجالات صناعية كبيرة نعم وبالتالي هنا عندنا مناطق صناعية هذه المناطق الصناعية بتحتاج من لنا مستثمرين وهذه الدول يوجد بها شركات كبيرة يمكن ان تقوم بالاستثمار في الاراضي المصرية وعليه يمكن ان تستخدم او يمكن ان توافق عند هذه النقاط المحددة نعم تقوم صناعات اساسية وبخاصة ان هناك طريق الحرير لمصر ده بيبقى في هذه الحالة احنا ممكن نستفيد منه نقطة مهمة وهو القطاع الخاص القطاع الخاص عندنا كان برضه في الدول الاجتراكية كان لنا مشاكل هم عندهم مشاكل اذا في هذه الحالة يمكن القطاع الخاص اللي موجود في الدولة المصرية ويمكن القطاع الخاص في الدول الاخرى انهم يتوافقوا على انشاء صناعات يمكن ان تتكامل مع بعضها البعض وفي هذه الحالة احنا استفدنا حكثين دخل السمار الاجنابي بداخل دولارة نصية وفي نفس الوقت طورنا القطاع الخاص وقدرنا نعمل تحالفات مع الدول المختلفة على اساس شركات متعددة شركات فيها جنسيات مختلفة على اساس ان احنا نقدر نصدر ونقدر ننتج بداخل دولارة نصية وبالتالي في هذه الحالة يمكن ان نصدر الى الدول الاخرى الامر المهم جدا هو هذه امور مشتركة لكن كيف نستفيد احنا كدولة مصرية في ذلك الحقيقة يتوقف دايما بنقول ده اقتصاد اهم من يعني احنا نديد اقتصادنا اهم من معطياتنا معطيات موجودة ازاي ندرها هنا احنا الدولة المصرية عليها والحقيقة الدولة المصرية بقالها اربع خمسين بتشتغل على ملفات كبيرة جدا على اساس الانتاج اولا تعظيم الانتاج لانك القضية الاساسية في الدولة المصرية هي ازاي نزاود الانتاج عشان نقدر نوفر بدل الوردات وعشان نقدر نصدر اذا اول حاجة لازم نشوف نفكر الانتاج هنعمله ازاي بحيث يتوافق بمزايا نسبية مع الدول الخمسة الكبيرة المنشأة للبريكس والدول الحداشر اللي هي الاخيرة اللي اضيفت اخيرا على اساس يحصل توازن وتبادل بيننا لان في هذه الحالة يتوقف نجاحنا مع البريكس على مقدار ما نقدمه ومن هنا تأتي اساسا فرصة خلق المزايا النسبية للاقتصاد الوطني امام الاقتصاديات الاخرى المشاركة وعليه فان الاقتصاد الوطن النهاردة بمنتهى الامانة بما توفر اليه في الثمان سنوات السابقة من بنية تحفية وتعوع وتوشع اصبح الاقتصاد الوطن النهاردة فرصة لكن تحتاج الى تسويق اذا ادرنا نسوق المزايا النسبية ومعطيات الاقتصاد الوطني بشكل جيد اعتقد نستطيع ان نستفيد من البريكس كما هم يستفيدوا منه تمام ده كلام في غاية الاهمية بشكرك عليه بشكرك على هذا التوضيح دكتور محمد الشويد في استاذ الادارة والاستثمار خليني اطلع فاصل وتواصل مع حضرتكو بعد الفاصل قاهرة الاخبارية بتقول ان نتنياهو رفض عودة السلطة الفلسطينية لغزة وطبعا في ازمات متواصلة بتواجه جيش الاحتلال في عمليته البرية على قطاع غزة جيش الاسرائيلي يعلن سحب الاف الجنود من قطاع غزة خلال الفترة المقبلة اللي بيحصل واخر التطورات ده اللي حيقول لنا عليه دكتور اشرف الشرقاوي مساء الخير دكتور اشرف اهلا بحضرتك اهلا بيك الموقف حاليا واحنا بنتكلم ايه لأهالينا في غزة وماذا عن العدو الصهيوني الموقف في غزة ببساطة انه اسرائيل في الايام الماضية بتعاين تائر هائلة في غزة تسبب جدا في 4 ايام حوالي 91 دبابة في الفترة بها حوالي 20 دبابة الـ 120 دبابة دول في الاسبوع والثمت يام اللي مره من دخول لواء يبعاتي مكان لواء جولاني لواء جولاني كان دخل هو اللي ابدأ في غزة وخصر 40% من قوته وتم سحبه منها تدخلوا لواء يبعاتي مكانه وتقريبا لحد لواء تخصر حوالي 22% من قوته الفشل الفشل متواصل فشل فشل فضيح اي دايما هذا الفشل قد يؤدي الى انهيار في الجيش الاسرائي نفسه ان شاء الله وعلى شك كده له حدود معينة هو حاطر حدود معينة لو وصل لها الجيش بتاعه في الحسائر هيتطر يسحبه كله من جزة ويوقف في الغصب عنه شاء الله لانه لو وصل للمستوى ده ممكن يتعرض لهم اخر من قيهة اخرى فيدمر جيش الاسرائيلي هماما تمام آه تمام وبالتالي من هنا تتوقع دكتور أشرف انه ولا هدف من اهداف نيتنياهو او اسرائيل هيتحقق في هذه الحرب هو حط النفسه هدافه هيتحقق الهدف الاول اللي حطه انه يجلي سكان غزة وده مش هيحصل الهدف التاني انه يوبيد حماس وده مش يحصل لانه حركة فكرية وسياسية في المقام الاول فلو فضل واحد عنده افكار هينشرها وتستمر الحركة الهدف التالت لا واللي هو بيعمله ده 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 يصنع الاف من حماس او ملايين بالضبط يحول سكان غزة كلهم لحماس بالضبط وبالتالي ما عندهوش اي امكان انه يحقق اي هدف اللي يحقق هدفه في الغالب حماس لان حماس هدفه محددة الافراج عن السجناء السرسين سرسون السرير فده هيحقق الهدف ده لانه عنده اسرى هيقيد عليهم اي طيب فيه كمان انت عارف طبعا وامتابع ان امريكا اعلنت سحب سفين البحرية من البحر الاحمر بتشوف ده ازاي اي هو طبعا ده له بعدين بعد قوالاني خاص اسرائيل انه بيقول لهم انه الغطاء بتاعكم خلاص بيخلص الولايات متاحة تدخلت ايه 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 ونستطيع تستمر اكثر من كده انه انت كده بقى لك ثلاث شوق انت بقى لك ثلاث شوق بتحارب وانا بقصر السلوس وبيب قوات وفي نفس الوقت اللي بيسحب في حمد طوالات تي شكوى اسرائيلية من تباطق الامدادات الامريكية لإسرائيل الاسرائيل بتحارب دلوقتي ضد غزة بزخيرة بتاخدها يوم بيوم من الولايات المتحدة الولايات المتحدة بتتباطق في امداد اسرائيل بالزخيرة وذالي المسألة بكل بساطة انه بيقص ودنه بيقول انت تجاوزت الخط اللي تحددناه بكتير ايه ايه وذلك اللي هو بيسحب حمد طوالات حشان يقوله انه الاضطاء العسكري والسياسي بيقل اه يعني دي رسالة دي رسالة رسالة من امريكا اه سلبية للعدو للسهيوني اه ان انا حكشف عنك الغطاء خلاص انا حسيبك لتدخل جهات اخرى اه تمام تمام لكن الحاجة التانية انا قطعت حضرتك تفقد لكن الحاجة التانية انه هو سايد حمالة طائرات تانية في البحر الاحمر امرض عشان الاستمرار الملاحب ايه ايه تمام طيب دكتور اشرف المظاهرات ضد نيتنياهو وصلة لمرحلة قوية جدا في الداخل الاسرائيلي ماذا يحدث في الداخل الاسرائيلي من الشعب الاسرائيلي ضد نيتنياهو هو حدث حدث جميل جدا يمكن الناس مرخياتش برهب انه لكن هو ادى لتصعيد المظاهرات اكتر ايه المحكمة العليا الاسرائيلية ايه اصدرت حكم في الموضوع الخاص بالتعديلات القضائية نيتنياهو كان بيعمل اتفاقية مع احزاب الحكومة نعم يعمل تعديلات قضائية تمكنهم من السيطرة على المحكمة العليا بمقابل انه هما يكفلوا له حصامة من المحكمة بعد ما يطلع من منصب رئيس الزراء نعم المحكمة العليا البند الرئيسي اللي كانوا بيعادلوه اللي هو بند المعقولية المحكمة العليا ممكن ان ترفض اي قانون اساسي ايه بحكة عدم معقوديته ايه فالتعديل القانون تبيقول ان المحكمة العليا مش من حقها انها تعترض او ترفض قوانين اساسية نعم النهاردة المحكمة العليا اجتمعت بتشكيل كامل من 15 قاضي لأول مرة في تاريخ 15 قاضي أول مرة في تاريخ المحكمة العليا ايه اجتمعوا مع بعض وصدروا فوق مقضائي واصدروا بقانون اساسي اللي هو بتاع عدم معقودية ده يبقى معنى كده ان الداخل الاسرائيلي هيزداد انقساما بالضبط لانه حزاز الانقسام وحتزداد المظاهرات ده الانتنياه وحتزداد المظاهرات ده استمرك سنة قبل الحرب تمام عشان الموضوع ده ورسادي رجعت المظاهرات بقوة وحتزداد اكتر في الفترة الجاية تمام بشكرك دك هو عموما ابن حلو يستاهل بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف الشرقاوي خليني اطلع فاصل اخير وعود واتواصل مع حضراتكم مش عايزة اقولكو اخبار تاني الحالة انه وردو في مواقف لبنان مش لطيفة انت بتكلم في استشهاد مسؤول لفلسطيني كبير في انفجار ضحية ببيروت اللبنانية وبتكلم كمان حمس اعلنت اغتيال صالح العروري ده نائب رئيس المكتب السياسي وقيادين تانيين من القسام من القسام ده بيؤكد ان المواقف بيشتعل وبيزداد اشتعالا ده فيما يتعلق بغزة ايضا المواقف بيشتعل وبيزداد اشتعالا في السودان بتكلم عن تجديد اشتباكات بين الجيش السوداني وبين الدعم السريع استاذ اشرف العشدي عنده اخر التفاصيل والتحليل لما يحدث استاذ اشرف مساء الخير اهلا اهلا بيك ايه الموقف دلوقت يا استاذ اشرف في السودان مواقف السودان ايه فيه تطورات التامات متبادلة بين القيارة السودانية الرئيس اه اه او مشيء القرطريق عبد الفتاح البرهان في كلمته بمناسبة عام 69 على استقلال السودان نعم واجه مجموعة من رسائل للمجتمع السودان والمجتمع السوداني وحتى لتهمات العمالة للقائد دعم السريع حمدتي اه احمد حمدان دوجلو وان طلب وضع شروط لاي لقاء المصالحة او التلاقي بينهم او لقاء بينهم وقال ان لازم الدعم السريع ينتحد من كل البدن الذي يتواجد فيها وخاصة في منطقة الولاية الجزيرة وايضا واد مدني وايضا القطوم العاصمة بتضعف الوقف عاملات القتل والتنكيل ووقف عاملات الاتصابات والسركة والنهب واعارة كل ما تم نهبه من المنازل والمقارات الحكومية على يد دعم السريع في المقابل دعم السريع وحمدتي وجه مجموعة من الرسائل ايضا نفسه اكد ان لا يوجد نية لاي نوع من التطور فيما يتعلق بامكانات ان يكون لك تفاوم في محلة القادمة وان دعم السريع بيعتبرها ميليشيا فوضوية ميليشيا بالمرتزقة بعث تخريب السودان تيلة بسطة اشهر الماضية يؤكد ان لأسف الشديد بعض الاطراف في الاخليم الافريكي وخاصة جوال دول جوار للسودان ما زالت تلعب دور الحامل او اطناع من اوترفين الحاضنة السياسية والامنية والعسكرية للدعم السريع وانه لابد ان يكون هناك بالفعل تغيّف المعادلة حتى ينجح قهود الايجاد او مدارة الايجاد المطروحة في الايام الاخيرة بترتيب لقاء ثاني الاسبوع القادم بين المرهان وحمدتي وكنت ارى ان صعوبات على الارض التي وضعها الفريق البرهان احكد انه سيكون من الصعوبة لان الدعم السريع اتكد مجموعا من المجازد ثلاث الايام والاسبوع الاخيرة كان اخيرة بالامس في اعدام علني لمجموعة من السودانيين في مناطق دارفور اعدام علني؟ نعم 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 انا بأكد بس اعدام علني اه بالامس مبارح خمسة اشخاص تم اعدامهم بشكل عالمي اه في الشارع في مذابح بتحصل في الشارع تجبيح وعملات الاقتصاب وعمليات الاقتصاب والنهب اللي حصل ليه منظمة الاخذية الدولية وايضا يستفهم اتعلق بتقديم الدعم للاطفال في رواد بدني وفي ولاية الجزيرة في الام الماضية مئات الالاف من الاصنان تم نهبها وسرقتها بالدعم السريع وبالتالي هذه مؤشرات سلبية لان انتهاكات والاختصاب والقتل وايضا عمليات تغيير لعالم الجرافة السياسية والجرافة العسكرية من السودان على يد هذه الميليشيا من الفوضويين من المختزقة اعتقد ان اتبشر ان الاوداع ممكن ان يكون هناك ترتبات لتهدئة ما لم يكن هناك بالفعل تدخل من العقلاء داخل السودان وداخل الاقليم وان ينتلع من امام المتحدة دوراه في هذا النطاق خاصة وان هناك مخاف مرأة تتعالى الاصواد بشأنات في السودان من حرب اهلية اهلية سودانية بين السودانيين شكرا ما يقدمه الدعم السريع من ريشا وايضا تحالفات مع بعض ما يعرض القبائل داخل السودان في منطق الدرفور وغيرها بمواجهة ان يكون هناك تحدي لقوات الجيش الوطن السوداني الذي يعود عليه الجميع عن يستعيد زمام المبادرة في المرحلة القادمة بأن هذه القوات اصوات العقيلة لابد ان تبدأ من السودان من ارض من ارض المكان ومن شعب المكان يا السيد اشرف واعتقد ان ما حصل من السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يعني لو كنا هنحمل المسؤولين جزء ما عرفش انا تركيبتي انا بحمل ايضا الشعوب جزء اخر كل تأكير الشعب السوداني بيعاني لان انت لا تنسي ان سبعة ملايين نازح بالداخل السودان التسعة عشر رقم مهود ام المتحدة الصناحة لانه اكبر نزوح في عام ستاة وعشرين العالم سبعة ملايين بالداخل ومليون ونص في الخارج خرجوا من ارض السودان الى العواصم العربية ودول الجوار الافريكي باضاف ترتاشر الف قطيل عدات رهيبة مزارها اتكابها الدعم السريع هذا ليشيء او ليؤشر ان هذه الجماعة الميليشيات الانهابية من المرتزقة ومن الدعم السريع سوف يكون لديها درجة كبيرة من التعاطي مع اي مبادرات سلام ما لم يكن هناك بالفعل قرارات ملزمة بردع مثل ازيل مع جميع وانتوقف ازيل ممارسات غير الانسانية داخل ولايات السودان وانتمنى ان ينجح عبدالله حمدوك في اللقاء اللي عمله في الامس واليوم مع حمدتي في اليسة بابا باعتبر ان حمدوك كان لديه وزراء سابق وان يمثل من ننطقية القوى الوطنية بين قصير الحركة التقدم نعم ان يكون لديه درجة من اثناء حمدتي بوقف اعمال العنف والموسط غير الانسانية وان ينسح بالمناطق التي تحتلها وفي نفس الوقت يكفي اعتداءاته عن المدنيين السودانين والشعب السوداني او حتى يكون هناك فعلا درجة من التوافق على حل الدعم السريع من مرحلة القادمة لأعطاء زمام المبادرة نعم 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 الناس تتفاوض اولا الشعوب تهرب ثانيا المسئولين يتفاوضوا مع ميليشيات انتو متخيلين ان المسألة الفوضى بتؤدي الى ايه ربنا يحفظ مصر يا رب العالمين ويحفظ الشعب المصري يا رب شوفكم بكرة على خير مع تحياتي عز مصطفى وإلى اللقاء شكرا